وهنستقبل عبر زوم الدكتور طارق زياد وهبي المحل السياسي والكاتب الصحفي المتخصص أيضا في الشأن الفرنسي أهلا بك يا دكتور ونوارنا مساء الخير يا سيدي شكرا للاستضافة أهلا بحضركتك يعني تابعنا طبعا المناظرة الثلاثية اللي كانت في فرنسا وإحنا النهاردة طبعا يعني على موعد مع المناظرة الأبريكية فكان المناظرتين دول حديث العالم سياسيا طوال الأسبوع الماضي لأن كله هنا هيكون مؤثر بشكل كبير جدا جدا اللوحة دك طبعا بعد ما اتطلعت على المناظرة وكانت مناظرة حدة وخاصة أنا بابين بردلة واناتال اللي هو رئيس الوزراء الحالي قرأتك هل يعني هنشوف مفاجآت في يوم 30 يونيو الانتخابات التشريعية على غرار المفاجآت اللي حدست في انتخابات البرلمان الأوروبي ولا كما قال رئيس ماكرون أنه الموضوع ربما تم تطخيمه أكثر من اللازم ولا يعكس حقيقة الوضع على الأرض أولا المناظرات التي تحصل في فرنسا لا هدف مهم متعلق بالمترددين بخياراتهم وأيضا الذين لم يذهبوا إلى التطوير السابقة أو لا الذين في جميع الأحوال هم من ما يقولوا الذين أبدا لم يذهبوا إلى التصوير لذلك هذه المناظرات تساعد قليلا للذين لا يزلون مترددين بالخيارات السياسية اليوم يا سيدة أيضا هناك مناظرة لثلاثة أشخاص أيضا بردلة أتال ولكن اليوم مع أمين عام الحجب الاشتراكي الفرنسي وليس مع الذي كان منصب فرنسا الأبية في نوم المناظر زد على ذلك أن هذه المناظرة هي تحطيبا ما يسمى نوع من امتحان شفهي لمنصب رئيس الحكومة وهذا يجب أن يعلمه الجميع بمعنى أن الآن مع الرئيس ماكرو هستغذلك بس يا دكتور طارق معلش يعني هستغذلك اللحظة كمان بنظبط حاجة في الصوت لكن قبل ما نبدأ في التحليل برضو يعني لو حركت الدينة برضو خلفية سريعة كده عن طبيعة القوة السياسية المؤثرة في الشارع الفرنسي لو تسهلها وببسطها يعني في تكتل معا بتاع ماكرون ده دول مين عبارة عن إيه أنه برضو إحنا دايما بنربط بالأسماء الكبيرة لكن ما نعرفش طبيعة الأحزاب أو مش كتير مننا ملم بطبيعة الأحزاب الفرنسية وتوجهاتها وكده احنا كان عندها تلات تكتلات رئيسية في هذه المناظرة ومنهم كتلتين يسار وكتلة يمين متشدد للغاية لكن مش يهمين حتى الفرق من اليسار ده واليسار ده يعني لو تدي ده بس خلفية بسيطة كده ونكمل الشرح عادي يعني بعد الانتخابات الأوروبية تم هناك فرز ثلاثة كتل انتخابية مهمة القبلة الأولى هي تجمع ما نسميه اليمين المتطرف مع اليمين الذي كان وسطيا وأصبح مع المتطرف وهو يعد ما نسميه حزب الجمهوريين إذن التجمع الشعبي رصب الموناسيونال مع ريبي بيكا مع الجمهوريين هذا التجمع أصبح يعني لخوض الانتخابات اليمين هذا تجمع تقريبا وفي إصطلعات الرأي يحصل حتى الآن على 34% من أصوات الفرنسيين أما التجمع الثاني هو ما نسميه الجبهة الشعبية الجديدة وهو عبارة عن تجمع لعدة أحزاب يسارية أولهم الحزب الاشتراكي الحزب الشيوعي حزب الخضر وحزب فرنسا الأبية وهنا أيضا بعض الأحزاب البسيطة التي هي تعتبر بأقصى أقصى اليسار وهذه الأحزاب أيضا اجتمعت لكي تشكل قوة كبيرة لها علاقة بالمفهوم السياسي يعني اليساري وهي أيضا تعطى تقريبا نسبة 29% من الأصوات في فرنسا وفق إصطلعات الرأي الأخير أما التجمع الأخير وهو تجمع يعني يسمى اتلاف رئاسي وهو يضم رنصاف النهضة وفق حزب الرئيس الحزب الثاني هو حزب أوريزون أفاق وهو حزب إدوار سيليب الذي كان صادقا أول رئيس حكومة للرئيس ماكرون والحزب الثالث هو حزب مودام وهو الحركة الدمقراطية ورأسه رئيس بلدية في الجنوب الفرنسي وهو أيضا حزب يميني وفقي الحزب الرابع هو حزب إدئي الانيون الدموقرات الدمقراطية المستقلية والحزب الأخير الخامس هو حزب راديكالي للبارتي راديكال وهذه الأحزاب تجتمع سويا أيضا لتشكل ما نسميه خط جديد وسطي بين اليمين المتطرف وبين الرياتار تحت شعار معا نخوة جمهورية ويعطى تقريبا عشرين بالمئة من أصوات الفرنسيين في فرنسا معا ده يمثلوا الرئيس ماكرون برضو صح نعم هذا هو ما يسمى بالاقتلاف الرئاسي ولو أنهم الجميع لا يضعوا صورة الرئيس ماكرون على أوراق الترشيح لأن أصبح الرئيس ماكرون نوع من عائق انتخابه لأنه هناك وجهة التظار تقول أن حياره بحل البرلمان أوقع نوع من الثقة الغير موجودة بينه وبين الأغلبية التي كانت معه والتي كانت صحيح نسبية ولكن هناك كان هناك مئتان وستين نائبا بشكل هذه الأغلبية الأغلبية المطلقة بالبرلمان الفرنسي هي مئتان وتسعة وتمانين نائبا من أصل خمسمائة وسبعة وسبعين مقر عشان كده بعض الصحفة الفرنسية أشرت أنه اسم الرئيس ماكرون وده كان غريب يعني لم يذكر في المناظرة إلا مرة تقريبا أو شيء من هذا القبيل الموضوع هو أن الآن شعبية الرئيس ماكرون لا تتعدى 21% من الشعب الفرنسي وهذه استطلاعات رائية يعني أود صلتنا إلى هذا الموضوع وخصوصا أن حقبة الثانية للرئيس ماكرون يعني عندما قدم في الحقبة الثانية لم يستطع أن يكون لديه ما نسميه هذه الأغلبية المطلقة ليحكم البلاد فقط كان لديه بئتين وستون نائبا يعني نقصه تسعة وثلاثين نائبا تسعة وعشرين نائبا وهو حاول كثيرا مع حزب اليمين الوسط أي الجمهوريين ولكنهم لم يقبلوا بالخوض بما نسميه اتلاف حكومي وهاهم الآن هذا الحزب حزب الجمهوريين قد انفجر إلى ثلاثة أحزاب جزء منه ذهب مع اليمين المتطرف جزء منه ذهب مع اتحاد الأحزاب التي هي للرئاسة وجزء آخر يعتبر نفسه مستقلا عن هذه الطرفين وهو يريد خوض المنتخبات لوحده وهنا يعني هناك مشكلة كبرى ده لغض كامل لموضوع الجمهوريين في دوائر انتخابية هناك تراكم لعدد كبير من السياسات التي هي يمينية أو يسارية لم تستطع ان تصل بالبلاد إلى بر الأمان والمشكلة كبرى أنه الآن الفرنسيون هم أمام يعني عائد كبير له علاقة بما نسميه العيش اليوم بمعنى أن عندما تفعل أي فرنسي يقول لك أنا ما يهم من الآن هو المعيش ما يهم من الآن هو كيف أستطيع عبر الراتب الذي أتقضى أن أصرف به وأن أعيش وأن يكون لأولادي مستقبل لحق وهذا دخل بما نسميه الخطاب الشعبوي الذي تعتمده السيدة مارين لبان والسيد جوردان بردلة وعدد كبير من النبوة بالذين هم الآن في البرلمان يجب أن لا ننسى أن حزب الجبهة الوطنية عفوا حزب التجمع الوطني يملك حتى اللحظة التسعة وثمانون نائبا في البرلمان الحالي الذي حل هذا يمكننا إلى أي مدى استطاعوا عبر فشل الآخرين أن يبنوا ممكن نجاحهم لاحقا ولهذا يجب أن نقول وبكل صراحة موضوع العنصرية موجود في كل دولة موجود في كل الشعوب ولكنه يظهر عندما تبدأ هذه الشعوب بالقول أنها لا تستطيع أن تجد نوع من كفاية في العيش أو نوع من رفاة في العيش لذلك الآن هناك أصوات كبيرة تقول على الأجانب أن يخلق لكن يجب أن لا ننسى الرقم موهل يا سيدي هناك 30% من الشعب الفرنسي 30% يحمل جنسيتين يعني هو لديه تقريبا فرنسا ودولة أخرى هي الدولة التي هي أما أبوها أو أمو أو حتى ودي كانت بثار خلاف كبير في المناظرة يعني لأن الحزب التجامع اعتارب بعدر توليهم منصب حساسة وكاتخناء مع أتال نعم نعم وهذا يعطيك إلى أي مدى هذا يعني مواضيع جد عنصرية في هذا الموضوع أكثر من ذلك الرئيس بردلة رئيس الحزب التجمع الوطني سئل بمؤتمر صحتي قبل المناظرة عن نوضوع له علاقة بنائب في البرلمان الفرنسي يحمل الجنسية الإسرائيلية وهو من إيه حبيب وقيل له ماذا ستفعل بهذا النائب هل سيحصل على شيء لم يستطع أن يجيب وأدار السؤال لم يستطع أن يجيب ولكن حاول أن يقول أن موضوع حالي المناظرة الجنسية ليس موضوعا كما يقوم به الأعداد لحدث السيدة باريك بفل المشكلة الكبرى هو يقول أنني سأحفر في فرنسا بعض المواقع بالنسبة إلى ما يستطيع هو يعني أدام القومي بفرنسا أي وضعات المناظرة وضعات المناظرة الجنسية وبعض مواقع المناظرة الجنسية نعم أي حل أن غدا لنظره قريب الكل يترقب بالتأكيد الانتخابات في فرنسا ستؤثر بشكل كبير على كل أوروبا أنا بشكرك دكتور طارق زياد وهبي ترجمة نانسي قنقر